اشتركوا في القناة هنا بعض التنبيهات المتعلقة بتوحيد الاسماء والصفات اولا اول من عرف عنه انكار الاسماء والصفات بعض المشركين وهم مشركين العرب وقد جحدها تبعا الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والاشاعر اثنين توحيد الاسماء والصفات داخل في توحيد الربوبي ولكن لما كثر المخالفين في هذا التوحيد افرده العلماء بالبحث ثالثا نصوص الصفات من المحكم لا من المتشابه هناك مسائل تتعلق بتوحيد الاسماء والصفات اولا وجوب احترام اسماء الله تعالى وثانيا منهج اهل السنة في الاسماء والصفات اولا وجوب احترام اسماء الله تعالى قال تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحُدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ومن صور الالحاد في اسماء الله تعالى اولا انكار الاسماء او بعضها ثانيا ان يشتق منها للأصنام ثالثا تسمية الله بما لم يسم به نفسه رابعا وصف الله تعالى بالنقائص خامسا تعطيلها عن معانيها وجحد حقائقها من صور احترام اسماء الله تعالى اولا ان لا يسمى بها غيره ثانيا ان لا يقول لمملكه عبدي وامتي ثالثا ان لا يرد من سأل بالله رابعا ان لا يسأل بوجه الله تعالى الا الجنة خامسا ان لا يكثر الحلف بها ثانيا منهج اهل السنة والجماعة في اسماء الله وصفاته اولا اسماء الله وصفاته توقيفية اي يتوقف على ما ورد في النصوص فقط ثانيا ان صفات الله تعالى على ظاهرها ومعلومة المعنى ومجهولة الكيف ثالثا اثبات الصفات بلا تمثيل بالمخلوقين رابعا اثبات الصفات على وجه يليق بجلال الرب تعالى خامسا الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات اما الان ننتقل الى الاصل الثاني وهو الايمان بالملائكة وفي هذا الدرس عدة عناصر اولا حكم الايمان بالملائكة ثانيا معنى الايمان بالملائكة ثالثا الادلة ورابعا اعمال الملائكة وخامسا اعظم الملائكة حكم الايمان بالملائكة الايمان بالملائكة واجب وهو احد الاركان الستة ومنكره كافر معنى الايمان بالملائكة التصديق الجازم بان لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور وانهم عباد مكرمون يسبحون الله بالليل والنهار ولا يفترون وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون وانهم قائمون بوظائف متنوعة او كلا الله تعالى اليهم القيام بها الادلة على الايمان بالملائكة اولا هي نقلية اي من الكتاب ومن السنة اعمال الملائكة اولا موكلون بحمل العرش ثانيا الموكلون بالنار ثالثا الموكلون بحفظ بني ادم في الدنيا رابعا الموكلون بحفظ اعمال العباد وكتابتها خامسا الموكلون بقبض الارواح سادسا الموكلون بالرحم وشأن النطفة اعظم الملائكة اعظمهم جبريل عليه السلام وننتقل الان الى الاصل الثالث وهو الايمان بالكتب ولهذا الدرس عدة عناصر اولا معنى الايمان بالكتب ثانيا الادلة ثالثا الحكمة من انزال الكتب رابعا الكتب المنزلة خامسا مختص به القرآن معنى الايمان بالكتب التصديق الجازم بان لله تعالى كتبا انزلها على انبيائه ورسله وانها حق وصدق وانها كلام الله حقيقة فيها الهدى والنور والكفاية لمن انزلت عليهم الادلة على الايمان بالكتب ادلة نقلية من الكتاب والسنة قال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك في حديث جبريل ذكر ان من الايمان الايمان بالكتب الحكمة من انزال الكتب اولا رحمة بالعباد وثانيا لحاجة البشرية اليها فعقول البشر ناقصة وايضا يعني تطرأ عليهم الاهواء فلهذا انزل الله سبحانه وتعالى الكتب الكتب المنزلة وحكم الايمان بها الكتب المنزلة اربع اولا القرآن ثانيا التوراة ثالثا الانجيل رابعا الزبور والايمان بها واجب ما اختص به القرآن اولا الحفظ قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكذلك صلاحيته لكل الاجيال في كل الازمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد